اشتركوا في القناة المدن في مختلف عنحاء اسرائيل واغلق المحتجون ضد الخطة القضائية حركة السير في شارع ايالون شمالا كما شارك عشرات الاسرائيليين في تظاهرة احتجاجية في مناطق متفرقة من مدينة تلعبيب احتجاجا على اغلاق محطات القطار ايام السبت في عقاب احتفال افتتاح القطار الخفيف في المنطقة يوم الجمعة والذي تخللته ايضا تظاهرات واحتجاجات حاشدة يشار الى ان الكنيسة صادقة على قانون الغاء ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وتلعبيب وعشرات المواقع والبلدات والمفارق والشوارع الرئيسية حكومة وحدة تجمع بين حزب الليكود والمعسكر الرسمي ويشعتيد هذا هو مقترح عضو الكنيسة متان كهانا من حزب المعسكر الرسمي لتشكيل حكومة والخروج من فكي احزاب الحردي التي لا تفوت فرصة استغنال نتنياهو لسحب مزيد من الميزانيات وتشريع قوانين لصالحهم لا شك به بأن الحكومة الإسرائيلية تعاني من أزمة دستورية خانقة والشارع الإسرائيلي يعاني من انقسام حاد جدا واستمرار هذه الأزمة مع تماسك المعارضة لفترة أكثر من سبعة أشهر وهناك إمكانيات بأن يكون هناك خطوات تصعودية أكثر وقد تتجه إلى خطوات العسيان المدني موقف كهانا بالنسبة لرئيس المعسكر الرسمي بني جانت كان معروفا من قبل ولكن نشر المقترح بشكل علني والدعوة لإعطاء الثقة من جديد لنتنياهو رغم كل التحفظات هو ما فاجأه ووفق مقترح كهانا فإن نتنياهو يترأس الحكومة للعامين المقبلين ومن ثم ينسحب من الحياة السياسية وتخرج الحكومة لمعركة انتخابية جديدة ممكن أن يحدث ذلك إذا كانت هناك ضمانات بخروج آمن لنتنياهو وحصوله على الثقة في حكومة وحدة وطنية والاتفاق على أن يترأسها مدة عامين وأن يخرج من الحياة السياسية هناك احتمال كبير جدا إذا ضمنه بأنه لم يتم ملاحقته قضائيا وأن يكون التقاعد بسلام في البيت وينهي حياته السياسية بني جانس قال أن المقترح لا يحظى باهتمام ومسعى حقيقي من قبل الحزب وليس هناك قنوات تعمل وتسعى لتنفيذه خصوصا وأن نتنياهو لم يحترم الاتفاقيات الحزبية التي جمعته مع بني جانس وخرج إلى انتخابات ليتهرب من هذه الاتفاقيات طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل جلستها للنظر في التماس ضد قانون إلغاء ذريعة المعكولية المكررة يوم الثاني عشر من شهر أيلول المقبل فيما رفضت المستشارة القضائية للحكومة قالب هاراف ما يرى ذلك وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة كان أحد عشر أن الحكومة قدمت طلبا رسميا مساء الجمعة لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل الحكومة وتاريخ تقديم الردود لفترة ثلاثة أسابيع وجرى تعيين موعد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا أستير حيوت في منتصف تشرين الأول المقبل وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حكم في قضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر وفي وقت سابق صادقت بهاراف مايارا على أن يستعين وزير القضاء ياريف ليفن بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعكولية وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون قتل الشاب رائد غريفات البالغ من العمر 23 عاما في بلدة الزرازير جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء عمله في الحراسة على كراج يذكر أن هذه الجريمة وقعت عقب ساعات من مقتل رجل في الأربعين من عمره وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار في مدينة كفرقرع ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 138 قتيلا وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة نحو ثلاثة أسابيع تفصلنا عن استقبال العام الدراسي الجديد وهي المكتبات في شتى البلدات العربية قد بدأت تستعد لموسم العودة إلى المدارس وفي هذا السياق ارتأت كاميرا مساوى أن تلتقي السيد يوسف محاجني صاحب مكتبة جرير في أم الفحم والذي أطلعنا على الوضع العام واستعداد أصحاب المكتبات لاستقبال الأهل والطلاب نحن حضرنا لازم كل بيت وكل عيلة وكل ولد كمستهلك يأخذوا من مستلزمات مدرسية حقائب مدرسية كتب مدرسية ونحن حاولنا نوفر الأشياء التي نكون جودة بجودة أقل بجودة وسط وبجودة عالية المستهلك صاحب القرار يأخذ الأشياء المليح يأخذ الأشياء الوسط يأخذ النوعيات التي أخذ جودة والأسعار متفاوتة فيه كثير أهالي يستصعبون الذين لديهم أربعة أو خمسة أولاد ليس مصروف إضافي ليس هين يعني خاصة أنه مرة بالسنة تجهيز ملابس شمتات كورتصيات وكتب أنا متذكر بجينا زمان كنا نبدل كتاب اليوم ما فيه تبديل كتاب اليوم كل كتاب خلاص صار زي الدفتر الأطفال غير يعني كانوا زمان يختارون الأوالي أما يا بديوا يختار الحذاب بديوا يختار اللبس بديوا يختار مش جيل ثاني يعني صراحة أصعب شوي إما الحمد لله ويعتبر التحضير لعودة الطلاب إلى المدرسة من الأمور المكلفة للعائلات والتي تثقل كهيلهم خاصة في ظل غلاء المعيشة الذي طال كل شيء تقريبا بعض الأهالي هنا يتذمرون من أسعار الكتب التي يعتبرونها باهظة ومن تغيير الكثير من المدارس للمنهاج الدراسي مما يلزم العائلة التي لديها ما بين ثلاثة إلى أربعة أطفال أن تشتري ما يلزم من الكتب الجديدة والقرطسية في كل عام المنهاج بتغيير كل سنة غير محبظ يعني إحنا رفضين هذا الإش أنا كثير بسمع أهالي يعني أنا صح عندي ولد واحد والإش الصعب أن تغيير كل سنة منهاج مش هوين الله يعيني عندهم ثلاثة وأربعة مش هوين الإش عليهم يغيره فهمه؟ بغضرش الأهال كل سنة كتاب كتاب ثاني بالضبط نفس الكتاب بنقدر إحنا يتبدأ الأخو من بعضهم يأخذه وهذا الإش مرفوض يعني يرد يتغير هو الإشي مش هوين بالمرة يعني بغلاء المعيشة إحنا قاعدين عم نحضر صراحة التكاليف صارت أعلى يعني من العام بكتير يعني الأسعار الكتب الكلام الكرطسيات كلها غالية صارت أغلى من العام بس الحمد لله يعني أنا عندي اتنين يعني الله يعني أبو العيل اللي عنده أربعة وخمسة هذا وتحاول بعض المكتبات القيمة بمساعدة الأهالي من خلال توفير مستلزمات الدراسة بأسعار معقولة لتخفيف الحمل على العائلات ومراعات الظروف الصعبة نهيك عن الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أسرا فقيرة ومحتاجة وعائلات لديها أكثر من طالب لهذا وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحاول بعض المكتبات قدر الإمكان التخفيف عن العائلات ومساعداتهم استشهد الشاب الفلسطيني محمد أبو عصب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطا شرق نابلس قبل ثلاثة أيام وكان الشاب أبو عصب قد أصيب بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطا الأربعاء الماضي وكانت قوة احتلالية خاصة قد تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود كنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والأعير النارية تجاه الشبان كما فجرت قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام مخيم بلاطا شقة سكنية مملوكة لعائلة عبدالله أبو شلال ومكرا لحركة فتح قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن الاستيطان جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية وهو مدان ومرفوض وأشر أبوردينة ردا على خطة سموتريتش لشرعانة 155 بؤر عشوائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن محاولات سلطات الاحتلال ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين لأن القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي بما فيها الكدس الشرقية وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة وأوضح أن سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة مؤكدا أن العودة لحدود عام 67 وعلى رأسها الكدس الشرقية هي مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار يصادف التاسع عشر من آب الذكرى التاسعة لرحيل سميح القاسم أحد أشهر الشعراء الفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمكاومة والمعاناة الفلسطينية الذي رحل عام 2014 عن عمر ناهزة 75 عاما بعد صراع مع مرض السرطان أطلق عليه شعراء وأدباء فلسطينيون وعرب ألقابا وأوصافا كثيرة منها هوميروس من الصحراء وكيثارة فلسطين ومتنبي فلسطين وشاعر العرب الأكبر وغيرها عمل سميح القاسم معلما لينتقل بعد ذلك إلى النشاط السياسي في الحزب الشيوعي قبل أن ينتقل إلى العمل الصحفي ومن ثم يتفرغ للكتابة الأدبية واعتقله الاحتلال مرات عدة وفرضوا عليه الإقامة الجبرية بسبب مواقفه الوطنية والقومية صدر له أكثر من سبعين كتابا في الشعر والكصة والمصرح والمقالة والترجمة وصدرت أعماله الناجزة في سبعة مجلدات عن دور نشر عدة في الكدس وبيروت والقاهرة وترجمت قصائده إلى لغات مختلفة وحصل على العديد من الجوائز حول العالم كما حصل مرتين على وسام القدس للثقافة من الرئيس الراحل ياسر عرفات وكان الرئيس محمود عباس قد قلد الشاعر سميح القاسم وسام نجمة القدس يسمونه الموت آملوا ألا تبارق وجه ابتساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة